كما نظمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ملامح برنامجه الانتخابي وتضمن البرنامج محاور سياسية واجتماعية وقف صدية بالإضافة إلى رؤية الحملة لعلاقات مصر الخارجية خلال المؤتمر تم الإعلان عن انضمام عدد من الأحزاب السياسية لتأييد البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران منها حزب العدل والإصلاح والتنمية والشيوعي المصري ومن المقرر أن تنطلق الحملة في الفترة القادمة وتطلق عددا من المؤتمرات الجماهيرية في المحافظات المختلفة لتعريف المواطن ببرنامج الحملة وعرض رؤيتها على الجمهور بمحاورها المختلفة ترجمة نانسي قنقر